دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من سيصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا اللهم ارزقنا زيارته اللهم ارزقنا صحبته اللهم ارزقنا شفاعته اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم أحينا على سنته وقبضنا على ملته وحشرنا تحت لوائه وفي زمرته اللهم آمين يا رب العالمين أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد على قناتكم قناة الصحة والجمال في برنامج هذا ديننا اليوم الحقيقة يعني تعرضت الكام موقف هذا الأسبوع أثار في نفسي بعض التساؤلات كيف نصل إلى هذه المرحلة كيف يسقط الإنسان كيف يعني يغرق في وحل الذنوب والشهوات والمعاصي ولكن وجدنا أن الإجابة في كتاب الله عز وجل إنسان يبقى عايش في بيئة آمنة مطمئن أنعم الله عليه بكثير من النعم ولكن يجد نفسه بعد وقت قصير قد يعني يقترف الذنوب والآثام يبتعد عن طريق الله عز وجل ما السبب؟ السبب خطوات الشيطان إن الإنسان يسير خلف الشيطان الشيطان أذكى مما نتخيل الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولكن حذرنا الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الشياطين يزينون للإنسان عندهم صبر شديد على الإنسان إنه يرتب ويخطط ويوسوس ويزين ويصبر حتى يصل إلى النتيجة كلنا عارفين قصة برسيس العابد هذا الرجل الذي تفرغ للعبادة اعتزل الناس أعد في صومعته يعبد الله عز وجل سنوات طويلة وفي مرة من المرات بعض المجاهدين في سبيل الله من بني إسرائيل جاب أختهم علشان يرعاها برسيس العابد رفض رفضا قاطعا لا يريد لأحد أن يلهوه عن ذكر الله أن يلهوه عن العبادة ولكن تحت إلحاح وافق برسيس العابد ظهر له الشيطان في صورة إنسان قعد ينصح برسيس العابد إنت إزاي تطعم هذه المرأة دون أن تراها طيب وإنت بتقدم لها الطعام كان برسيس عشان يحافظ على قلبه كان يجهز الطعام وبعدين يروح يوصله لهذه البنت ويخبط على الباب ويمشي الشيطان بدأ معه خطوة خطوة ده اللي بنسميه خطوات الشيطان قال له أنت إنسان جميل ورحيم إزاي توصل لها الطعام ما يمكن يكون عندها طلب هتطلبه منك إزاي وهي مش بتشوفك أصلا فاستنى لما هي تطلع تاخد الطعام لو عندها سؤال هتسأله لو عندها طلب هتقوله فعلا برسيس اقتنع بالكلام لأنه كلام مقنع وكلام منطقي جدا حط الطعام وخبط على الباب وانتظر حتى تخرج الفتاة لتأخذ الطعام أخذت الطعام ودخلت ما عندهاش أي طلب ما عندهاش سؤال فيجي له الشيطان تاني ويقول له ما تتكلم معاها يمكن محرجة مكسوفة خلي بالنا أن برسيس في هذه الحالة عابد قريب من الله نيته طيبة جدا قلبه نقي جدا إنسان لا يريد السوء لا يريد الشر ولكن ماشي وراء خطوات الشيطان فسمع الكلام برسيسة وبدأ يتكلم معاها علشان يوسيها علشان يسليها بعد شوية الشيطان قال له ما تدخل تقعد معاها واتدردش معاها وانت برسيسة العابد انت أعظم إنسان موجود في الوقت ده إزاي ممكن تعمل حاجة غلط أصابه بداء الكبر خلاص أنا حد عابد زاهد أنا قوي جدا أنا شو ممكن أغلط دخل برسيسة البيت ومع الوقت وقع برسيسة في الفاحشة فاحشة الزنا كبيرة من الكبائر حملت البنت من برسيسة وولدت طفل رضيع اشتنجاله وقال له دلوقت لو الناس معدين جنب الصومع بتاعتك وهم عارفين إن انت مش بتتزوج لإن انت يعني راهب منعزل في صومعتك الراهب مش بتجوز هيسأله الطفل ده ابن مين هترد عليهم تقول إيه برسيسة خاف من الناس هنا برسيسة تحول من عابد لله خائف من الله يتقرب إلى الله إلى أنه أصبح يخاف من الناس مع الوقت برسيسة الشيطان وصله إنه يقتل الطفل الصغير البنت غضبت ابنها عاطفة الأمومة تملكت على قلبها فصرخت فبرسيسة علشان يداري على الموضوع ده كله أم أتل البنت ودفنها هي وابنها جنب بعض في صومعته أو بالقرب من صومعته يبقى برسيسة في الأول كان عابدا نقي القلب مشكلته الوحيدة إنه مشي وراء خطوات الشيطان وصلنا هنا إنه ارتكب كبيرتين من كبائر الذنوب كبيرة الأولى الزنا كبيرة الثانية إنه قتل طفل وقتل الأم الشيطان لسه مخلص لسه برسيسة ممكن يجي منه كمان لسه برسيسة ممكن يقدم تنازلات أكتر لما نقعد نقرأ القصص دي قصص حقيقية حصلت في التاريخ نتعجب كيف وصل الإنسان إلى هذه الحالة فييجي المجاهدين دولة يرجعوا يسألوا على أختهم فبرسيسة يقولهم إنها ماتت وادفنت وهم ناس مؤمنين بالله مجاهدين في سبيل الله فيعني استرجعوا وقالوا إن لله إن إليه رجعون وعادوا إلى بيوتهم فجاءهم الشيطان في منامهم جالهم في الحلم التلاتة في نفس الليلة ففزعوا كل واحد صح من النوم قال لهم أنا شفت حلم مفزع قال له أنت شفت إيه قال لنا شفت أن برسيسة عمل كذا 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 القصة الشيطان سورها لهم كده كحلم في أحلامهم فراحوا لبرسيسة وفعلا حفروا في المكان اللي الشيطان قال لهم عليه وخرجوا جسة أختهم وجسة الطفل الصغير وهنا راحوا لأهل القرية علشان يفضحوا برسيسة قدام كل الناس أهل القرية هم جايين الشيطان ظهر لبرسيسة على صورته الشيطانية يعني برسيسة عرف أنه شيطان قال له لو عاوز أنجيك من هذا الموقف اسجد لي أعبدني وأنا أنجيك من هذا الموقف برسيسة ما كانش قدام حل آخر غير أنه يسجد للشيطان علشان ينجو من هذا الموقف فسجد للشيطان الله عز وجل يقول لنا في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك من اللي بيقول الشيطان هو اللي بيقول لبرسيسة إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها هكذا يسير الإنسان خلف قطوات الشيطان للأسف جات لي كم قصة كده حزينة جدا الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الآية دي جات في سورة النور سورة النور تتحدث في بدايتها عن الزنا وجريمة الزنا وعقوبة الزنا ثم عن حادثة الإفك ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وكأن الله عز وجل يقول لنا أن السبب في ذلك في هذه الجريمة النكراء هو اتباع خطوات الشيطان حيتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فالإنسان لابد أن يكون عاقل الله عز وجل يقول لنا في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني عبادة الشيطان يعني طاعة الشيطان يعني عبادة الله عز وجل يعني طاعة الله عز وجل يبقى اللي بيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى هو طائع لله اللي بيسمع كلام الشيطان ويمشي خلف الشيطان ويتبع خطوات الشيطان فهو طائع للشيطان فالله عز وجل يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ما تسمعش كلام عدوك وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الشيطان أضل منكم جبلا يعني خلقا كثيرا ضل نسكتير جدا أفلم تكونوا تعقلون أين كان عقل الإنسان لحظة أن مشى خلف الشيطان ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون يعني حال الإنسان مع الشيطان غريب عجيب الله عز وجل حينما أمر سيدنا آدم أن يدخل الجنة وأن لا يأكل من هذه الشجرة يأكل من كل ثمار الجنة ولا تقرب الشجرة ولا تقرب الشجرة فزيّن الشيطان لسيدنا آدم الشجرة وكأنها أفضل شجرة يعني ممكن أن يأكل منها آدم يا آدم هل أدلك على شجرة الخلدي وملك لا يبلغ خاطب جوة الإنسان حكتين أنه يتملك وأنه ما يموتش الإنسان يحب الخلود في الدنيا الله عز وجل يقول فدلّهما بغرور يغر الإنسان ويمني الإنسان علشان يقع في المعصية الله عز وجل يقول فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مَنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ذاقا يعني إيه؟ دي حاجة غريبة أولي لما داء الشجرة يعني ما بلعش ما أكلش وبلع ده هو لحظة أن خالف أمر الله واقتتف الثمرة وذاق الثمرة بدت لهما سوأتهم خلاص ماكملش أكل يعني ما أكلش الثمرة اللي الشيطان أغره بيها وهكذا حال الإنسان مع المعصية يعني يغوى الإنسان يغوى الإنسان لما يقع في الذنب فما يستمتعش بالذنب ضميره يأنبه خايف الإنسان لما يعني الإثم أو الذنب ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فالإنسان كثير من الناس يقع في مثل هذه المشاكل فربنا يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة الشيطان ما يتحكش عليكم زي بالضبط ما حصل مع آدم أبو البشر عليه السلام ومع حواء أم البشر عليه السلام لا يفتننكم الشيطان تحذير إلهي قصص كتير موجود في الكرآن بيقول لنا إن الشيطان عدو مبين ولا بد أن نحذر من الشيطان ونراكم بعد فاصل قصير انتظرونا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو البشر ورحمة الله وبركاته مع خطوات الشيطان فلنحذر لما نقرأ الكرآن سنجد أن الآيات التي تحدثت عن العداوة يعني بنسبة 99% تحدث عن الشيطان أنه عدو مبين مرة مع اليهود تجد أن أشد الناس عداوة ومرة تانية ذكرت في سياق آخر والبقية مع الشيطان إنه لكم عدو مبين العدو الأول الظاهر الواضح هو الشيطان فلا نتتبع خطوات الشيطان حتى لا نصل إلى الحضيط جاء الاتصال الحقيقة الأسبوع ده من امرأة متزوجة بدأت تتبع خطوات الشيطان عملت صفحة على الفيسبوك رسلت أحد الشباب بدأت تتكلم هي في ظنها إنه فيش حد يعرفها الصفحة دي زي ما بيقوله كده صفحة غير حقيقية فيك ومحدش هيقدر يوصل لها وبتسلي وقتها وهي عرف حدودها ومش هتغلط على أساس إنها بتعمله ده أصلا صح مع الوقت الشاب ده قعد يقنعها هيقنعها لحد ما أرسلت له صورة عرف يا سكنة فين عرف من أريبها وبدأ يبتزها ويقول لها يا تعمل اللي أنا قلت عليه يا إمة هفضحك وحبعت الصور دي لأمك أو لأختك أو لأريبك ووجدت نفسها في ورطة كبيرة وتبكي بكاء شديدا والحقوني ده أنا بتعرض للابتزاز في الحقيقة حضرتك أخطأتي خطأ كبير لأنك تتبعت خطوات الشيطان فوصلت إلى هذا الحال من السوء للأسف الشديد ومرة أخرى يحصل بنت تبقى فيه بينها وبين شاب بإعلاقة لذلك إحنا عاوزين نوصل لرسالة مهمة إحنا بشر عندنا ضعف قلوبنا هشة جدا ضعاف جدا قد يزل الإنسان ولكن الإنسان حتى في وقت الضعف يبقى عنده خطوط حمراء لا يتعداها يبقى فاهم إنه مهما ضعف مش هيوصل للحضيد يبقى حطت لنفسه كده سأف يلحق نفسه بسرعة يتقرب إلى الله عز وجل وللأسف البنت تكتشف إن هي حاملة وهي ليست متزوجة والولد يسومها تعالي نزل الجنين أو اتصرف بقى برحتك تقول له تب تقدم تب نتزوج تب نكتب الكتاب بعيد عن أهل ويكتشفه لما يكتشفوا إن هي متزوجة غير لما يكتشفوا إن هي عملت في الحرام وهو رفضا قاطعا واللاقي نفسنا تحطينا في مشكلة ملهاش حل كل الحلول فيها خطأ كل الحلول فيها يعني غير مناسبة تماما من المشاكل اللي جات لي الفترة اللي فاتت مشكلة ملهاش حل يعني لما جال الاتصال قلت لها والله أنا أستاذن حضرتك إن أنا يعني حستشير حد وكلمت بعض الأساتذة في جامعة الأزهر الشريف حفظهم الله واستشرتهم اتصدموا مسألة ملهاش حل يبقى الوضع لهمو عليه دكتورة هي دلوقتي يعني معاش وتجاوزت الستين سنة في الفترة اللي فاتت يعني ربنا يعافي المسلمين أجمعين أصابها كورونا جات لها كورونا ودخلت المستشفى ودخلت العناءة المركزة وكانت الوعكة الصحية جديدة جدا فلما خرجت وفائت كانت فاكرة حاجة واحدة بس الدكتورة دي دكتورة نيسا وكانت بتعمل في أو عندها مركز اللي هو الحقن المجهري وأطفال الأنابيب من 20 سنة جات لها حالتين عاوزين يعملوا حقن مجهري خطأ طبي ممكن يحصل أن الزوج وزوجته بياخدوا نطفة من الرجل ونطفة من المرأة ويحطوها في أمبول يحصل التلقيح وبعدين يزرعوها في رحم المرأة مرة تانية الدكتورة لسبب ما ما هوش معروف النطفة بتاعة الرجل ده لقحت البوايدة بتاعة الست دي والنطفة بتاعة الرجل ده لقحت البوايدة بتاعة الست دي يعني عكست العمليتين وبعدين رجعت زرعة البوايدات الملقحة في رحم كل المرأة وهنا أصبح الموضوع في خطأ طبي فادح عندنا معنا أم محمود من بن سويف سلام عليكم زيك يا أم محمود يا بارك سيت يا سيخ نابل لو سامحتي يا سيخ أنا ليه حق عند إنسان ورش ليك حق خد ورشتنا كله ومعطرات منه أي حاجة وخد الحاجة فتفيس كده عطارنا وبعد كده ليه يحققها تانية هل ده قضب من الله علينا أو يجأ ارز أنا عايزة أعرف هو ربنا فضبان علينا عشان لو ربنا فضبان علينا كان عطانا حق بنا الحق بتاعكم عندي مين يا أم محمود معلش بخنا أهل مع الله عندي معلش مرحبا عندي ده ميراث مثلا نعم ميراث نعم ده قارش بص يا أم محمود عشان ده بيتكرر كتير جدا أنت لك حق ما تسيبش حقك بأي حال من الأحوال من مات دون حقه فهو شهيد تروح للقضاء توكل محامي تشوفي مين كبير البلد مين كبير العيلة خدي حقك يعني أنت تحطيته في موقف ضعف مع إنسان معدوم الضمير يعني ده مش علامة غضب من ربنا عليكم ده ابتلاء من ربنا بشخص معدوم الضمير أخذ حقوقكم وأكل حقكم فتعملوا إيه؟ ما تسيبوش الحق نقدر نوكل محامي نرفع أمرنا للقضاء نشوف مين كبير البلد نشوف مين كبير العيلة نعمل قعدة عرفية المهم ناخد حقنا نسأل الله أن يعيد لكم حقكم يا أم محمود نكمل قصة الدكتورة بعد الدكتورة ما زرعت البويضة في رحم كل إمرأة اكتشفت الخطأ الطبي فتعمل إيه؟ فقالت إن صمعة المركز وصمعة الدكتورة حتبقى في الطراب فكتمت على الخبر وما تكلمتش وكل إمرأة أنجبت ولد يبقى هنا الولدين مش أبناء أباقهم الحقيقيين ده تسجل بإسم واحد وده تسجل بإسم واحد والأب والأم ما يعرفوش وبعد عشرين سنة ضمرها مأنبها لأنها حسة أنها عملت حاجة غلط كانت ممكن تتصلح في الوقت ده أن هي يعني تتصنع يعني الإنسان لو أخطأ والخطأ هو مش قادر يواجهه ممكن يتصنع ممكن وهي بتتابع معهم في الحمل تقول لهم إحنا في عندنا تشوهات في عندنا أي مشكلة تصحح الخطأ ده بمليون طريقة ولكن هي يعني كفت على الخبر ده وغطت عليه وبعد عشرين سنة لما اقتربت من الموت بتقول ده أنا عاوزة حل مفيش حل يعني أنا أروح لواحد ربا ابنه ودخله مدرسة ودخله جامعة والولد اتخرج وبقى في حياة كاملة عايش مع باباه ومامته وإخواته وأقول له معلشي أستدامش باباك أقول له معلشي أستدامش ابنك والحل حيكون إزاي فيعني بعد الاستشارة الدكتور قال يبقى الوضع على ما هو عليه وهي يعني ستلقى الله بفعلتها هذه فبعض الإنسان يعني حينما يتغلب الشيطان على قلبه بيعمل مصايب ملهاش حل امرأة أخرى يعني وقعت في فحشة الزنا وهي متزوجة وأنجبت من الزنا والعياذ بالله وبعد سنوات استفاقت وشعرت بالذنب وإن ده يعني عرض وإن ده نسب وأعمل إيه تعمل إيه يا أختي الله يكريمك إيه اللي وقعنا في هذه المعضلة التي لا حل له ملاش حل وإن الإنسان يضعف ويتبع خطوات الشيطان إيه اللي بيحصل بقى لما نتبع خطوات الشيطان أول شيء الشيطان يبعدنا عن طاعة الله عز وجل معنا أم عالي من الإسماعيلية السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته إيه اللي بيحصل بقى لك بقى لك يا ست الشيطان تفضلي أنا وقع في مشكلة كده تحت أمرك أنا معنا أخويا كان معنا حطة أرض كبيرة كده فأبويا تزدر بها لأمي ومي استنزالك بها لأخويا تمام والدك موجود لا أبويا توفت أبويا توفت من فترة جنبك أبويا توفت من حوالي فت سنين ربنا يرحمه فأبويا مثل مثل اللي هم ست جراريت على اسمنا فحاولنا في أخويا ناخد أي حاجة مني مقدرناش خالص يعني باباكي اتنازل لممتك وممتك اتنازلت لأخوكي آه آه بنصف هو فدان خلوتي على ست جراريت على اسم من أبويا بس تمام ودينا يعني أختي واحدة أنا تم عايدة أرضو عايدة فلوسو كده فأخويا قال العايدة تاخد فلوس يعني المسأل هو راب 100 ولا 150 في الحسة اللي فيها دو جلد راب 70 و 80 بس تتنزلوا لي عن حقوقكم في البيت تتنزلوا على كل حاجة على كل حاجة مخدماش ولا أي حاجة بيسومكم يعني آه آه أخواتي باتنازلوا وخدوا الفلوس بس ما خدوش يعني في جملة الفلوس هي يعني أنا اللي فضل على وضع والله بص يا أم معاني في الحالة دي ملكيش يعني مفيش قدامك أي تصرف قانوني لأنه هو واخد الأرض دلوقتي بعقد مسجل باسمه هي المسألة دي مسألة أخلاقية آه والإنسان اللي بيأكل الميراث والله لا ينتفع به حالات كتير جدا فأنت خدي الحق اللي إخواتك أخدوه لأنه ما قدامكيش حل تاني آه لو قدامك أي حل قانوني تقدر تروحي به المحكمة أو تلزميه إن هو يديك حقك الشرعي حقك يعني أنت مش بتاخده حقا زيادة لو قدامك حل خدي حقك ما قدامكيش حل خدي اللي هو بيدهولك ده ويعني اتركي أمره لله والله عز وجل يحاسبه هتخديه منه أضعاف مضاعفة يوم القيامة اللي بياخد شبر من الأرض شبر بيحفر في الأرض لسبع طبقات ويحمله على ظهره يوم القيامة يعني الإنسان مش عارف يعني كيف يلقى الله عز وجل بهذا المال الحرام نسأل الله أن يرد عليك ما لك وأن يهدي لك أخاقي ويعيده عن هذا الطريق الضال اللهم أمين نرجع لخطوات الشيطان المشكلة كلها أن الإنسان يبتدي إيمانه يضعف يقصر في العبادات يترك الفرائد يهتم بالشهوات فينحرف عن طريق الله عز وجل كثير من الناس يأكلون مال حرام لو أنت تشوفه بعد خمس يعني قبل خمس سنين أو ست سنين تلاقيه إنسان صالح مصلي حافظ على صلاة الفجر حافظ على السنن بعد شوية الشيطان يبتدي يقلل هذا الإيمان في قلبه حتى يصل إلى مرحلة يبقى المعصية سهلة الإيمان ده مش عامل حاجز قدام المعصية فيبقى من السهل جدا إنه يأكل حقوق الناس زي ما إحنا لسه سمعين دلوقتي والمشكلة إن في بعض حالات المراث الأخ ده اللي أكل المراث بيبقى مريض وعلى حافة الموت يعني في مرة من المرات واحد أكل حق إخوته في المراث في مصنع ضخم رسماله ملايين يعني النصيب الواحد فيهم يتجاوز الخمسين ستين مليون جنيه رقم ضخم جدا وهو أكل حقهم كله بتوكيل كان باباه عامله وكتب لنفسه المصنع ووثقه إن هو مالك المصنع الوحيد ولما حصل خلاف بينه وبين إخواته أصابه الله عز وجل بداء لا علاج له جاله كنسر عزكم الله والسرطان ده كان في حالة متأخرة وسافر بر مصر عشان يتعالج الدكاترة قالوله قدامك بالكتير ست شهور وخلاص حيموت يعني إنسان مقبل على الموت يقينا هو قالوله العلاج اللي انت هتاخده يعني هيأخر الموضوع شوية هيخفف الألم ولكن لا محالة هتموت يعني هتموت المفروض بقى إنسان سيترك الدنيا شوفوا الطمع شوفوا كيف يعني الشيطان جعل هناك ران على قلبه يعني أعمى بصيرته أعمى بصره أعمى قلبه لهم قلوب لا يفقهون بها وهو قريب من الموت والناس تروح له علشان يخضوا حقهم وهو ما يرضش يتنازل ويموت ويترك أولاده في صراع يعني الناس كانت بتجيب بقى بلطغية واسلاح وقصة كبيرة جدا لأنها فلوس كتير ومات وسيحاسب على هذا المال أمام الله عز وجل فهذه من خطوات الشيطان يعني احنا بنوصل الرسالة لكل واحد أكل حق أخواته لكل واحد بيأكل أموال الناس بالباطل لكل واحد بيتعدى على حقوق الناس اتق الله ارجع قبل فوات الأوان ستحبل هذا كله فوق ظهرك يوم القيامة ملاش حل يعني أغنى أغنية العالم بيموتوا يدفن في حتى أدى كده في الأرض هل تعمل ايه بالفلوس ستلقى بها الله عز وجل فلا تتبعوا خطوات الشيطان طيب بيقل الإيمان في القلب بيقترب الإنسان من المعصية بيسير على خطوات الشيطان خطوة خطوة لحد ما يقع في الكبيرة والعياذ بالله زي ما بدأنا بالضبط قصة برسيسة العابق الناس اللي أتل واللي سرق واللي زنى واللي شرب الخمر واللي سحر اللي بيعمل أسحار للناس ويؤذيهم ما كانوش ناس وحشين ما تولدوش وحشين بعضهم كان طائع بعضهم كان بيسعى في الخير بعضهم كان بيتصدق بعضهم كان يقيم الليل كل ليلة بعضهم كان حافظ القرآن أو يحفظ القرآن ولكن اللي بيحصل يتبع خطوات الشيطان فيبعد عن طاعة الله عز وجل فتزل قدمه طيب لو إحنا دلوقتي وقعنا في خطوات الشيطان وزلت القدم والإنسان أخطأ واقترف الإثم ووقع في الكبيرة يعمل إيه؟ يخلي باله بقى إن الشيطان مجهز له شوية يعني منوم يبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى فحصل الاتصال بين وبين بعض الناس النهاردة وكانوا بيتكلموا عن يعني الوضع مخيف الإنسان يقع في كبيرة فالشيطان يجي يقول له أنت هتصلي أنت فاكر أنت عملت إيه؟ أنت هتقرأ قرآن إزاي تمسك المصحف وانت فعلت كذا وكذا فيقوم الإنسان يبتعد عن طاعة الله عز وجل يبقى الإنسان إذا أذنب ذنب يأتيه الشيطان فيقنته من رحمة الله عز وجل يقول له أنت إزاي تصلي أنت لك عين تقف قدام ربنا أنت إزاي حتمسك المصحف يا عاصي يا مذنب والحقيقة أن دي من أكبر خطوات الشيطان خطورة على الإنسان يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فربنا سبحانه وتعالى يخاطب بقى مش بس اللي زل قدمه في معصية أو ذنب ربنا يقول إيه قل يا عبادي والله ما أجمل هذه الآية وما أجمل سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا الله شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبادي بيقول اللي أسرفوا على أنفسهم اللي عمل ذنوب كتير اللي عمل ألوان كتير من الذنوب كان بيزنب في كل الاتجاهات مسرف في الذنوب يا عبادي الله عز وجل يقول أنت عبدي وأنا رحيم بك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أذنبت باب الله عز وجل مفتوح أذنبت ذنب كبير مغفرة الله عز وجل أكبر أذنبت ذنب وكررت الذنب عفو الله عز وجل أكثر الله عز وجل يفتح باب التوبة دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا علشان يحببنا في الاستغفار في التوبة من لزم الاستغفار اللي هيعدوا لأستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أتوب إلى الله يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب الله عز وجل عاوزنا نرجع مرة تانية فيقول لنا في سورة الفرقان في الصفحة الأخيرة أول آية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني لا يشركون بالله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذه من صفات المؤمنين ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني إنسان عمل ذنب كبير بمليون حسنا فربنا يحول هذه السيئات الذنب الكبير للمليون سيئة يحوله الله عز وجل إلى مليون حسنا أو يبدل الله أعمالهم السيئة إلى أعمال حسنة يكسبون منها الحسنات هذه خطوات الشيطان وكيف نعالج خطوات الشيطان نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعصمنا وإياكم من خطوات الشيطان وأن يرحمنا بترك الذنوب والمعاصي أبداً ما أبقانا في هذه الحياة قولوا قولي هذا وأستغفر الله لو لكم ونراكم على خير إن شاء الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصوت في الأمور والاعتدال دين السماحة والسؤال